تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها قرهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبة تفلينما كنتم في أرض الله نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد قلنا في حلقة سابقة إن القرآن أضاف للغة العربية إضافات لم يحلم بها العرب وهو شرف لهذه اللغة أن ينزل هذا الكتاب بهذه اللغة العظيمة بلسان عربي مبين ورب العباد سبحانه وتعالى لما أنزلت آيات كتاب الله تحدى القرآن صناديد العرب أن يأتوا بسورة من مثله ثم بعشر آيات ثم بآية واحدة عجز العرب سبحان الله بل كانت معجزة القرآن أنه سبحان الله العظيم جابها هؤلاء بأمر أغرب من الخيال يعني مثلا رجل كأبي لهب القرآن يعلمه أن نهايته سيئة لأنه مصر على كفره وسوف يموت على هذا يستطيع أبو لهب أن يهدم في عرفه الإسلام والقرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الإسلام سبحان الله يقول ربنا تبت لأبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسل سبحان الله يعني القرآن يحكم عليه أنه سوف يصير كافرا طب ما الذي هل هناك جبريل أنزله رب العباد فأمسك رسان أبي لهب ألا يدخل في الإسلام طبعا لا الإنسان مصير في الأعمال التي سوف يحاسب عليها مخير أقصد مخير في الأعمال أم مصير في الأعمال التي لا يحاسب عليه يعني متى أولد متى أموت هذا تسير هو مخير فيما يحاسب عليه يدي تستطيع أن تمتد بالصدقة وتستطيع أن تمتد إلى مسدس أو سكين فأقتل من أمامي ولعذب الله لباليدي هي نفسها تعمل الخير وتعمل الشرع أكتب بها كلمة خير أصلح بها بين المتحاصمين وأكتب بها كلمة تصلح أن تكون فتنة للناس سبحان الله اللسان يستخدمه الإنسان في كلام الخير وفي تلاوة آيات الله وفي الحث على الفضائل سبحان الله ويستخدمه أيضا السبابون واللعنون الذين ينبحون على الفضائيات ويشتمون الناس ويستصغرون من أخبار القوم وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من عظمته أنه إذا كان في الخير يذكر يعني يذكر أصحاب الخير رحم الله الأشعريين كانوا إذا حزبتهم الحاجة أو قلقوا تعيالهم جمع كل واحد ما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني هذا في الخير يأتي مثلا لقبيلة غفار قبيلة أبي ذر الغفار غفار غفار الله له قبيلة أسلم أسلم سالمها الله سبحان الله هذا في الخير لكن لما يرى على إنسان أو جماعة سوءا معينا لا يذكرهم بالاسم يقول ما بالو أخوام يصنعون كذا وكذا ما بالو أحدكم يذكر علي أشعة الرأس كالنو الشيطان لا يذكر الاسم لكن إحنا عندنا تخصص في ذكر الأسماء وفتح الناس وهدك أسطر الناس أين من سترى مستما ستره الله وفي الدنيا والأخير المهم من ضمن الألفاظ القرآنية العجيبة التي أكرمنا بها رب العباد ورغم درايتنا باللغة ورغم دراية العرب وإلمامهم باللغتهم العربية إلماما عجيبا يعني كلمة تتساوى عندنا دم أقول فلان يعلم أو فلان يعرف هذه تتساوى هو يعرف ويعلم لكن القرآن فاجأ العرب بأن المعرفة غير العلم عرفة غير علمة لا إله دا الله عرفة غير علمة دي غير دي قارس تماما يعني هذا هذا لفظ وهذا لفظ يعني مثلا ربنا أقول وعلم أن فيكم ضعفة قد يعلم الله المعوقين مثلا العلم صفة من صفات الله لا تسبقه يعني العلم أولا يتناول الكليات والجزئيات لكن المعرفة تتناول جزئيات الله يقول علمت نفس ما أحضرت يعني النفس الإنسانية تعلم يوم القيامة إيه اللي جابيت معها في الآخرة علمت لأن أصبحت وضوح رؤية يعني وضوح رؤية الشاشة واضحة قرأ ما فيها لكن عرفة المعرفة تحتاج إلى تجربة حتى زمان كان في البلاد العربية الحقيقة كان كلمة طيبة تطلق على وزارات التربية والتعليم التي الآن ليس فيها لتربية ولا تعليم يعني زمان كان يقول وزارة المعارف تسمى وزارة المعارف معرفة معرفة تحوي جهلا تحوي سبحان الله يعني ترتكن المعرفة على الجزئيات وما أعرفه اليوم قد يظهر لي أنه خطأ بكرة والمعرفة بالأمس قد يظهر خطاها اليوم فالمعرفة قايمة سبحان الله ويسبق المعرفة جهل المعرفة يسبقها الجهل سبحان الله ولابد أن الإنسان يفكر فيها لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى الله يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون سبحان الله علمه سبحان الله لا أمد له فهو الأول والآخر والظاهر والباطل والسميع والعليم سبحانه وتعالى العلم صفة إدهية أما المعرفة صفة بشرية فلا يجوز لك أن تقول الله يعرف كذا لا صفر الله الله يعلم الله أعلم إن شاء الله يعرف أو إن شاء الله أعرف لا إنما فلان يعرف فلان من أهل معرفة المعرفة يشبها الجهل يشبها النقص عرفت شيئا وغابت عنك أشياء تخصصت في شيء وسبحان الله جهلت أشياء أخرى يعني أنا أتصدقى مثلا أن أكلم في اللغة أو في التفسير أو في الفقه لكن إذا أستطيع أن أتكلم في الطب أو في الصيدلة أو في علوم أخرى لم أدرسها هذه معرفة هذا ليس علما هذا مش علم إنما العلم يعني يختص بجزئيات وكليات ولذلك الله عز وجل لما يختار بعضا من عباده يفقهم ويفهمهم في مسائل قد لا يعرفها الآخر فيفتح لهذا فتوحات وهذا فتوحات كيف؟ عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذرك مفاتيح شخصيات صحابته كل ناس كل واحد أيها الإخوة والأخوات والبناتي وأبنائي على الشاشة ومن يستمعون إلي كل إنسان في الكون لمفتاح شخصية إيه اللي يجعلنا لا نفهمه؟ المفتاح ضع مني أو لا أقف على الباب الصحية أضرب لك مثالا مثلا لو عندك بيت له بابان باب عليه نقوس أو جرس ويستخدم دائما فإذا دق أحد جرس هذا الباب سبحان الله فيفتح أهل البيت له لا إله إلا الله وكان لا إله إلا الله في العهد العثماني في تركيا كانوا يضعوا على الباب سماعتين كبيرة وصغيرة واحدة كبيرة واحدة صغيرة فإذا سمع أهل البيت السماعة الكبيرة تطرق يعرفون أن الطارق رجل فيقوم رب البيت بفتح الباب وإذا طرقت السماعة الصغيرة صوتها خفيف يعرفون أن الطارق أنثى فتقوم الحرمة أو صاحبة البيت التي تفتح أيما كان فيه شيء يسمى الحياء يعني حدث في ميزة هذا القرن أن الشيء كان يسمى الحياء فأنا أقول أن أحيانا نقف على الباب الخطأ عندما نريد أن ننصح إنسانا فلا نفتح شرصياته زي الأولاد عندنا أولادنا في البيت يتخذون النصيحة نخدا فإلا يسمعون لنا نختار وقت غير مناسب نختار طريقة غير مناسبة ودايما إحنا نعمل للأولاد ونستغل قضية بير الوالدين في أن نرفع أصواتنا عليهم وهذا ليس من التربية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يتوب علينا وعليكم وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها أرهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها